محادثات أستانا أربعة تختتم بتوقيع روسيا وتركيا وإيران مذكرة تفاهم بشأن إقامة أربع مناطق لوقف التصعيد في سوريا لكن بعض أعضاء وفد المعارضة السورية انسحبوا من قاعة المؤتمر احتجاجا على توقيع ممثل إيران على مذكرة التفاهم لأسيما أن المعارضة السورية المسلحة اعترضت على دور إيراني في سوريا وفد المعارضة رفض أي مبادرة أو اتفاق سياسي أو عسكري واشترت الاستناد للقرارات الأممية وطلب بأن يشمل الاتفاق جميع الأراضي السورية كما دعا إلى وضع جدول زمني لخروج جميع الميليشيات الأجنبية وعلى رأسها الميليشيات الإيرانية من سوريا رئيس الوفد الروسي في محادثات أستانا أليكزندر لفرانتيف أعلن أن روسيا مستعدة لإرسال مراقبين روس إلى مناطق وقف التصعيد وأضاف أن موسكو مستعدة للتعاون مع السعودية والولايات المتحدة في هذا الصدد الرئيس التركي رجل طيب أردوغان استبق الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم باعتبار أن خطة موسكو لإقامة مناطق وقف التصعيد ستساهم في حل النزاع السوري المستمر منذ ست سنوات بنسبة 50% أردوغان أوضح أن المناطق ستشمل إدلب وجزء من محافظة حلب ورستا في حمص إضافة إلى جزء من كل من محافظتي دمشق ودرعة ترجمة نانسي قنقر